السلام عليكم و برحمة الله فيديو جديد و النجمة تحته الهيل كات كلكم شفتوا الفيديو الاول اللي عملناه ساوينا اكشن و حرق قطارات و بخور و دوناتس كل شي امبسطته صراحة الهيل كات اي شي بصير فيها راح اقولكم بوضوح بشفافية تامة مشان اي واحد يتحمس يشتري هيل كات يعرف التكاليف كل الامور اللي بتصير بالهيل كات شو اللي بيخرب شو اللي ما بيخرب فانحنا امبلش بشو صار معنا خلص الفيديو تاع البيرناوت والاكشن التواير خلصوا طلعوا الاسلاك تعونهم فانا حملت الهيل كات على ريكافري و ودناها بدلنا الاطارات تاعتها باطارات جديدة هاي الاطارات زيرو ولكن كان في مشكلة انه الستيرينج تاع الهيل كات صراحة اول ما خلصنا البيرناوت والتفحيط صار كثير دقيل وجنط الهيل كات ماشاء الله عشرين صار الباية القدي عندي فلما صار الستيرينج كتير دقيل اخذنا السيارة و جبناها على الوكالة قبل ما نحكي عن الوكالة راح اوريكم لما احنا ركبنا الاطارات شو سوينا وبعض النصائح عن الاطارات التواير خلص الوداع الاماميين بجسنتوا شايفينهم هيك وضعوا ممنيح بس الخلفيين حكاية على فكرة اهم شيء دائما تشيكوا على الاطارات على هذا المربع شايفينه هذا تاريخ صنع الاطار يعني الاسبوع رقم 11 من سنة 2017 بس الخلفيات نروح عليهم الاسبوع رقم 49 من سنة 2016 يعني مش خالص عمره هذا منشف منتهي الفكرة الرئيسية من اول مشاريع السيارة انا عارف ان الاطارات بدهم غيار منتهيين فهذا الشيء انا كنت عارف عن موضوعه هاي من الامور المهمة جدا تكون عارف شو لازم السيارة الشيء تسوي لها صيانة هل معمولة ولا مو معمولة مشان تضمن انه سيارتك تكون وضحة تماما تماما لما تشتريها وتبلش عمرها معك ان شاء الله هذا دمار المسكين هاي من ميزات المكابس شايفين البسكات الامامية والفنتية بكونوا معدلين مشان يوقفوا هذا الوحش واكيد بركات برمبو ست مكابس شو يعني ست مكابس يعني طلعوا واحد في مقابله واحد الثاني في مقابله الثاني وهي الثالث مقابله واحد فبصيروا ست مكابس بضغطوا على البريك اول ما تكبس الدواسة بصير ضغط من خلال الزيت هاي الفحمة بتضغط على دسك البريك وهي اثار الجريمة شايفينها هدول الاطار لما تم اباته هاي حتى موجود على جسم السيارة لا زال هذا الاطار اكبر من حجم السيارة يعني هذا الاطار نوعه ميكي ثومسون سيمسلك عرضه ثلاثمية وخمسة خمسة وثلاثين هذا عشرين حجم الجن بس انا هلا بدي اركب الاطار الرسمي تاع السيارة كيف تعرف الحجم الرسمي تاع اطار السيارة اسهل طريقة كل سيارات العالم موجود هون طلعوا تفتح الباب هاي بقول لك انه بالامام متين وخمسة وسبعين اربعين عشرين وبالخلف متين وخمسة وسبعين اربعين عشرين وهون بقول لك كم ضغط الهواء المناسب للاطار 32 PSI وبالامام 32 PSI وحتى السبير بقول لك انه 60 PSI فانا حاليا رح ارجع الاطار بالحجم تاع الوكالة لانه السيارة ستوف ما في داعي اعرض الاطار تعريض الاطار بصير الاهداف وغايات اخرى رح حكيلكم عنها بالتفصيل لما انعرض الاطار اوكي بحالة كان الاستكر هذا مو موجود على سيارتكم بكل سهولة ممكن اتراجعوا الدفتر تاع سيارة لما طلعت من الوكالة واذا الدفتر مو موجود اذا تدخل على الانترنت رح تلاقي المعلومات موجودة كم حجم الاطار الاساسي هناك سيارات يجعلهم 17 18 19 20 كيف يتميز الاستكر بيقول حطت لك كل الاحجام بحالة اذا انت تبدل فرقها وهي اجو الاطارات الحلوين هذول الاطارات بالحجم الرسمي تاع السيارة ويجعل السيارة اساسي بريلي بي زيرو شايفين هذا الجهاز للبنانس شايفين هذا الجهاز شايفين هذا الجهاز يجب ان تشتري سيارة جديدة هناك عدد من الامور يجب ان يهتم فيهم وراعيهم انا لما شريت الهيلكات كنت عارف انه الاطارات تاعتها خالصين فانا متطمن من ناحية الاطارات وعارف انه انا رح ابدلهم مشان هيك رحنا انهينا العمور تاهم هلا في عدد من القطاع احنا كنا عارفين مثلا تبديل البركات تشيك الديسكات الزيوت هاي الاشياء السيارة كان محها السيرفيس هستوري تاع الشركة لانه هاي السيارة طالعة من الوكالة فاحنا معنا التاريخ تاحها ولكن انت لما تشتري سيارة جديدة عادة جدا فيه اشياء تخرب السيارة ما كانت يتم استخدامها كثير كانت صفة لمدة طويلة فانا عارف انه في بعض الامور بدها تشيك بالفيديو تاعي اليوم وراح اقولكم اسعار القطاع يعني بشكل سريع شو الاشياء اللي بتتبدل بواجي بركات ديسكات سيسبنشن كل هاي الامور راح اعطيكم اسعارها مشان انت تكون عارف اذا انت شريت هلكات وزرت الوكيل يعني عندك تصور كم الاسعار بتاعت القطاع بعدما الوكالة شخصوا حالة هلكات هادول القطاع خربانين لما راح الباور ستيرنج تاع السيارة مجموعة الستيرنج الامامية تعبانة هاي المضخة تاعت الستيرنج لازم تبديلها لانه خربت لع السيارة وهاي الوصلة وطبعا الزيوت مبار الاصلية بقطع السيارات انت لازم تكون عندك قاعدة مو شرط القطع الضل عايشة طول العمر كيف البشر فيه اشخاص بعيشوا بوصل عمرهم مئة سنة وتسعين سنة فيه اشخاص بخلص عمرهم على عشر سنين فعني هذا الشيء انت ما بتقدر تتحكم فيه طريقة قيادتك وهي الاشياء الا دخل نوعا ما ولكن في قطع ممكن ينتهي عمرها قضاء وقدر والله يبارك بمالنا بهذا الفيديو ان شاء الله رح اخبركم اسعار حتى لدرجة بطاريات المفاتيح تعاون السيارة خالصين رح اقولكم كم اسعارهم تفاصيل اسعار وخلي الشباب يبلشوا شغل سعر شمعات الاحتراق تقريبا الوحدة 100 درهم والسيارة تحتاج ل 16 شمع انا عارف انه هي 8 سلندر ولكن كل سلندر بده شمعتين احتراق خلينا ناخد جولة سريعة عقطع استهلاكية بتم تبديلهم تشلينجر هيل كات الاسعار حسب تريدينج انتر برويس الاسعار اللعنديهم حاليا بدون اي خصم دايما الوكالة بتساوي خصومات عروض بمناسبات اشياء معينة فانت دايما تزور الوكيل لانه الاسعار رح حكيها بدون خصومات نهائيا البريك ديسك الامامي سعره 8400 و 80 درهم البريك بادز الامامي يعني فحمات البريك الامامية 2110 درهم فحمات البريك الخلفية سعرهم 1889 درهم البريك ديسك الخلفي سعره 1380 درهم وطبعا البريك الامامي سعر المساحات 236 درهم الباورستيرينج بوم 1950 درهم 2 لتر لمضخة الباورستيرينج 220 درهم الهوز باورستيرينج بريشر اللي هو الامبوب هذا المضغوط تاع الباورستيرينج وبنجمع على القير راكام بنيا سعره 1640 درهم القير راكام بنيا سعرها 6090 درهم الارم لور كنترول التنتين سعرهم 2780 درهم ورناكم يهم بالتصوير سوينغ ارم تنشن الواحدة ب670 درهم تاني كمان 660 درهم اليمين واليسار هاي ارم ابر كنترول اليمين 1640 درهم ارم ابر كنترول اليسار 1440 درهم سعر التيرموستات 220 درهم سعر مضخة المي ووتر بومب 3520 درهم سعر الروديتر 2860 درهم سعر مصات الصدمات الامامية اليمين 3570 درهم مصات الصدمات شوك ابزورفر اليسار 3690 درهم سعر الانجن مونت اللي هو قواعد المكينة همتينتين كل واحدة سعرها 655 درهم قاعدة القير اللي تمسك القير 245 درهم مصات الصدمات الخلفيين اليسار 3510 درهم مصات الصدمات الخلفيين اليمين 3470 درهم بطارية المفتاح 30 درهم الوحدة ثلاث مفتاح ثلاث مفتاح ثلاث مفتاح شكرا شكرا معلوم شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تشغيل بالسيارة بعد أن نطقيها السريعة استحبت الزيت هلأ منضيف زيت منظل نساو هاي العملية نشغلوا نطفي لحد ما يكون الزيت فل طبعا التشغيل عبارة عن ثاني أو ثانيتين بحد أقصى نحرك العجلات يمين ونسار مشان يطلع كل الهوا يمجمع بمجموعة ستيرنج استدخن يا جماعة لو ضلت الحالة لمدة أسبوع أو شهر خلص كان بادي بلتنج خلص موضوع صعب جدا يتحرك إطار حجمه 20 إنش بكل بساطة بدون الطوار ستيرنج الآن تأكدنا أنه الهواد طلع من مجموعة الستيرنج بالكامل وكله زيت إن شاء الله أمور طيبة على خير إن شاء الله هلأ في موضوع جدا مهم لازم نسويه اللي هو العجلات الأمامية لأنه إحنا فكينا مجموعة الستيرنج كاملة فهذا هون فيه زي عيار للستيرنج لازم يصير مشان تكون أمور السيارة تمشي سيدا وتكون أمورها مضبوطة فهتم على هذا الجهاز من خلال الكمبيوتر شايفين هذا الجهاز بيشتغل من خلال هاي العدسة فالدقة جدا عالية مشان يكون العيار دقيق 100% الجهاز بعطيه المعطيات وهو بحرك الستيرنج وبعدين الجهاز بقوله بالضبط شو لازم يساوي مشان يكون وضع 100% رح ضل يساوي العيار لحد منزبط معه درجة المطلوبة الحمد الله خلصنا صيامة الهلكات وامورها تماما تماما اللون الأسود أصعب لون بالعناية جبنا السيارة الآن مشان نسوي لها بوليش و نانو و سراميك وكل الحركات مشان ترجع السيارة جميلة كاين هوا كان خلص هذا الفيديو انتظرونا بالفيديو القادم اوريكم النتيجة تحت الهلكات ونبلش اكشن مع بعض ولسه ما اخترنا الاسم انتظرونا الفيديو الجاي ونختار الاسم اوكي ؟ السلام عليكم اشتركوا في القناة